موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم إلى نصرة الأخبار من قناة النصر 24 والتي أبدأها بالعناوين رئيس الجمهورية الفريق ركن محمد إدريسا ديبي إتنو يبعث برسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية الغابون رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك يتلقى دعوة رسمية من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية حركة طالبان تعلن العفو العام عن جميع الموظفين والمسؤولين بالنظام الأفغاني السابق كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل مرحبا بكم بعث الفريق ركن محمد إدريسا ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة بعث برسالة تهنئة إلى فخامة السيد علي بونغو دينبار رئيس جمهورية الغابون حيث جاء فيها السيد الرئيس والأخ العزيز وبمناسبة العيد الوطني لبلدكم الجميل الغابون في السابع عشر من نغسطس عشرين واحد وعشرين يسورني أن أتقدم لكم باسم الشعب الشادي وحكومته وباسمه الخاص بأحر التهاني إن بلدي تشاد يشيد بعلاقات التعاون والصداقة والأخوة المتميزة والقائمة بين بلدينا وأكدوا عزمي على تعزيز التعاون وتوطيضه كما أجدد لكم ممنيات الصحة والعافية والسعادة لكم وللشعب الغابوني تقبلوا فخامة السيد الرئيس أسمى تقديرنا الأخوي من إنجمينة في السادس عشر من أغسطس عشرين واحد وعشرين الفريق قركن محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي أكدت العديد من الدراسات أن التنمية المتكاملة تمر على رصف الطرق لذلك انتهجت السلطات العليا للبلاد مسار تطوير البنة التحتية من خلال إصلاح وبناء الطرق في البلاد عامة وفي العاصمة الجميلة بصفة خاصة وذلك بالرغم من التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية حيث قام الفريق قركن محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع رصف الطرق وإنارتها بالطاقة الشمسية في أحد أعرق الأحياء بالعاصمة جميلة المشروع الذي جاء إطلاقه في وقت تعيش فيه البلاد في مرحلة انتقالية هيمن عليها الجانبان الأمني وتنظيم الحوار الوطني الشامل كما قال رئيس الجمهورية إن مساعي وجهود تنمية بلادنا لن تتوقف وسوف تتواصل في مسارات التنمية التي حددت منذ قبل وبالتالي فإن رصف وتعبد الطرق ينبغي أن يكون وفق المعايير المعمولة بها عالميا ولا بد من التقييد بالمواعب الزمنية للتسليم التقى رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية باهيمي بدكي ألبير بكل من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفير فرنسا لدى البلاد الذين يكد دعمهما الفني والمالي لخارطة طريق المرحلة الانتقالية في تشاد وكانت المقابلة بحضور الأمين العام للحكومة ومدير مكتب رئيس الوزراء هذا هو تناول اللقاء خطوات تقدم المرحلة الانتقالية من حيث المنجز والمنتظر أطلق رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية باهيمي بدكي ألبير عملية التحويلات النقدية لصالح الأسر الأكثر ضعفا كان ذلك بحضور ممثل البنك العالمي ووزير التخطيط التنموي وعمدة بلدية ينجمينه الجذير بالذكر أن الدعم مقدم من مشروع دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وتخطيط التنموي والتعاون الدولي الدعم الذي خصص لأكثر من عشرين ألف عائلة من فئات الشرائح الضعيفة بالعاصمة الجمينة والتي تضررت كثيرا وتدنى مستوها المعيش بسبب جائحة كوفيد ناينتين وقال رئيس الوزراء إن مثل هذه البرامج تعتبر من المشاريع الناجحة والمتميزة بين الحكومة وشركائها لأنها تسهم في عملية تحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات الضعيفة وأضاف أن البلاد تواجه تدفق المزيد من اللاجئين من الدول المجاورة وهذا ما يزيد من عبء التحديات على الحكومة الانتقالية وفي الشأن السوداني تلقى دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي تلقى دعوة رسمية من ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي العمير محمد بن سلمان بالمشاركة في مؤتمر المناخ بالشرق الأوسط والمقام بالعاصمة السعودية الرياضة في أكتوبر القادم وتسلم رئيس الوزراء الدعوة خلال لقائه بمكتبه برأسة مجلس الوزراء سعادة السفير علي بن حسن الجعفر سفير المملكة العربية السعودية في السودان وذلك بحضور المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء الذي نقل لرئيس الوزراء تحايا قيادة المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب السودان داعيا بدوام التقدم والازدهار والاستقار بالبلاد تجيء هذه الدعوة بغرض العمل المشرك في الإقليم لمجابهة المخاطر البيئية والتحول المناخي وخلق شرق أوسط أخضر جديد ومجابه للتصحر من جانبه طلب رئيس الوزراء من السفير السعودي نقل التحايا لشعب وقيادة المملكة العربية السعودية وتمني لهم دوام الرخاء والاستقرار اختتم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان زيارته للخرطوم التي استمرت أسبوعا كاملة كانت زيارته الأولى من نوعها للمدعي العام إلى السودان بصفته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقال بيانه نصدرته المحكمة الجنائية الدولية أنه أثناء الزيارة عقد عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين من الحكومة الانتقالية السودانية على أعلى مستوياتها والتقى بأفراد من السلك الدبلوماسي وممثلين من منظمات المجتمع المدني وطلب من السلطات أن تتيح فورا الاطلاع على كل الأدلة المتصلة بتحقيقات المكتب في الحالة في دارفور وعالميا أكد قائد الجيش البريطاني أن قوات المملكة المتحدة المتبقية في أفغانستان تتعاون مع حركة طالبان مبديا تفاوله إزاء مستقبل هذا البلد تحت إدارة الحركة وأشار إلى أن الوضع في أفغانستان بعد دخول طالبان العاصمة كابول يبدو هادئا ولفت القائد العسكري إلى أن بعض عناصر طالبان يشكلون دائما تهددا مضيفا أن الحركة لا تستطيع سيطر على جميع أفرادها بالكامل وذكر أن طالبان الآن تسيطر على الأمور بطريقة فعالة جدا وتفعل ذلك بصورة مقبولة وتابع يجب علينا منحهم مجالا كي يظهروا أنهم يستطيعون الحكم بطريقة مختلفة وأبدى قناعته بأن طالبان لا ترغبوا في أن تكون معزولة على الصعيد الدولي مضيفا أنهم تغيروا واعترفوا بأن أفغانستان تطورت خلال السنوات الماضية في الوقت نفسه أقر بضرورة توخي أقصى ضريات الحذر والحيطة قائلا إن قوات الناتو قد تعود مجددا إلى أفغانستان إذا ظهر هناك خطر الإرهاب أعلنت حركة طالبان عفوا نعاما عن جميع موظفي الدولة دعية إياهم إلى معاودة العمل بعد استيلائها على السلطة في أفغانستان وتحدث المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين خلال لقاء تلفزيوني قائلا لا يجب أن يكون هناك أي لبس ونؤكد لسكان كابل بأن أرواحهم ومتلكاتهم في أمان وأضاف قيادتنا أصدر التعليمات للقوات بأن تبقى على أبواب العاصمة ولا تقتحمها ورفض شاهين استبعد تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد في المرحلة المقبلة وقال الأمر متروك للقضاء في المحاكم والقوانين وسيتم تعين القضاء وفقا لقانون الحكومة الجديدة في أفغانستان إلى هنا تكاملت هذه النشرة من قناة النصر الرابع عشرين والتي يعود وذكروا بعناوينها رئيس الجمهورية الفريق الركن محمد إدريسا دبي إتنو يبعث برسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية الغابون رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك يتلقى دعوة رسمية من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية حركة طالبان تعلن العفو العام عن جميع الموظفين والمسؤولين بالنظام الأفغاني السابق شكرا على حسن المطابع تقبلوا تحيات فريق العمل بقناة النصر الرابع عشرين وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر